وخلال اتصال هاتفي في نشر سابقة أوضح سعدة السيد رضا فرج عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أوضح أبرز المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022 هناك ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا الحكومة قامت بترشيد الانفاق من جانبها خاصة في المصروفات والنفقات التشغيلية بقدر الإمكان ثانيا كان الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا والثالث هدف أو الثالث مبدأ أساسي كان استمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية فإذا خذب عن الاعتبار نحايا للثلاث الركائز الأساسية للميزانية فأهداف الميزانية كانت الانزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي الأوضاع الاقتصادية اللي مرين بيها والأوضاع الاقتصادية المتوقعة لأن جائحات الكورونا إلى الآن جاسمة على صدورنا على ما يقولون فالحكومة عدت الميزانية وميزانية على أسس علمية صحيحة مثل ما تفضل الأخ خالد المسططي قال على الميزانية مبنية على أساس أعداد الميزانية الصفرية الميزانية الصفرية معناته كل مبلغ كل مبلغ تحطه في الميزانية لازم تعرف بالتأكيد الهدف وهل هذا محتاج له أو غير محتاج له